سؤالنا اليوم شوية بشي شكل واش تحط خمسين مليون إلا كانت عندك تحطها في برطمة وتكريها بألفين درم في الشهر واش انت معا أو ضد أنك تدير هاد العملية هادي واش هاد مسألة مربحة أو غير مربحة قبل ما نسولوكم نسولو المستشار والخبير المالي سيموحمد الوازنة شنو رأيك واش انت معا ونضد أنك تحط خمسين مليون في شقة وتكريها بألفين درم لحقاش كيمتزفت على الناس لكي يديروا هاد المسألة هادي استثمار عامة حيث كانت تدروع على أنك قدي تحت فلوسك خمسين مليون كيف ما بغا تكون المبلغ المالي لا حيث تكاش ماشي بحل كريدية هو كيبقى استثمار هي التمويل دياله صيغة تمويلية بوحدة والاستثمار حاجة أخرى يعني أنا عندي واحد الرغبة أنني استثمار في واحد العقار مثلا كانت تدروع على العقار عندي واحد الرغبة أنني استثمار في العقار كتبقى صيغة تمويلية ديالستثمار ديالي هذا كيبقى اختيار ديالي عندي خمسين مليون أو لا عندي كتر يعني موجودة عندي تمويل شخصي ديالي إلا ما عنديش كيكون عندي واحد تمويل اللي هو خارجي اللي كيكون غا أهمة كيكون يما عبر القرض يما قرض ديال الأسرة أو كاتمشي للبنكة كتاخذ هذا كيبقى استثمار لبس سؤال اللي كيطرح نفسه هو هاد الاستثمار هذا نزيد من الدخار ديالي أو لا نزيد من نسبة ديال الدخار ديالي القدرة الدخارية ديالي أو لا ديره باش يببح باش لا إلا غادي تزيد في نسبة الدخارية ديالك رطبات الحال أنا العائد دياله توقيت زاد أو لا كنديره إما إنسان كيديرو كيقول لك ربح هذا كتر باش نحافظ على الدخارات ديالي شوف كي نجو الصيغة ما فهمتش أنا نشرح حالي شح لي بالخوشي بأطلع نحبك ده بأنا عندي واحد مبلغ مالي ديال 30 مليون كنقول غادي نشرح واحد ساكن اقتصادي وهذا ساكن اقتصادي غادي نكري غادي ندخلي واحد 2500 درهم أو لا 2000 درهم حيز قيد خلي على حسب الميزانية ديالي دونك الميزانية ديالي كنت كتخلي لي واحد الفائد ربما كتشط لي واحد 1500 درهم من الميزانية لو قيد ساد لي كتزاد هذا كالدخل الإضافي اللي هو 2500 كيولي الدخار ديالي كيتزاد يعني الفائد كتزاد كيولي 4000 درهم كتولي القدرة الدخارية ديالي كتزاد هاديك 1500 ديال الكرة ديال الكرة حيز قد زاد في الدخل ديالك دونك كيولي العائد السلبي حيز كنتسميه عائد السلبي ايه حيز هذا أصل كيزيد في التروة ديالك شي من الأصول اللي كتسمه كتقول شنية التروة ديالي كتقولي عندي دار دونك را من المعايير ديال التروة أنا عندك واحد العاقر هاد العاقر حيز كتكريه كيجيب لك واحد دخل اللي هو دوري غير هو هاد دخل اللي هو دوري كيزيد من قدرة الدخارية ديالك متافقين على هذه النقطة متافقين متافقين أما الإنسان اللي كيقول لك أنا بغير بح فيه فلوس دونك هاد السيد عنده الغاية دياله وغير بح فلوس أول حاجة أن العاقر كيحافظ على القيمة دياله ثاني حاجة أنه غادي يزيد ليه واحد دخل إضافي ثالث حاجة كتكون عنده إمكانية أنه يعود هذا الدخل إضافي يزيد يستمره في عاقر آخر كي يضاعف عاوتين لقدر القدرة الدخارية دياله أو للأربح دياله كتزاد واللي يزوين في العاقر عامة هو أنه استثمار طويل أجل مشهد استثمار اللي كتديره من الهنة تلسين وكتحاول تعود فيه لبيع تصيغة باش غادي تبيعو كتأخذ الوقت كين واحد المستارة إجراءات إدارية كين خصك تقلب على الشياري اللي غادي يعطيك واحد القيمة ديال الأرباح اللي انتك تقلب عليها هو ما شيء هذيك بحالك تقول ما كي وفرس سيولة اللحظية وهذا فائدة لأي واحد علش لأنه بعد مرة تكتح في واحد مأزق على حسب بكرتي سيولة اللحظية كين بزافتع الناس اللي عدوا راس المال كبير كين بشي شري واحد أربعة البارتمات ولا خمسة البارتمات ولا ثلاثة البارتمات لأنه عند خلال دما لا يدام ولكن عنده فلوس وفرس هوم أو شيء حاجة وما عنده وكي يقول عند مشروع يمشي ليه ويمشي شري واحد ألت بطمات ويقولون هذا هو العائد دياله الشهري أول حاجة أن القيمة ديال الأقار كتبقة يعني ثاني حاجة أنهم الأملاك دياله يعني ما كي مشوش له فلوس كامل يعني ما كي يقولوا استثمار آمين لأن تال القيمة ديال الأقار ليوم غدا كتبت إلاجات الموجة تعرفها ثالث حاجة أنه استثمر واحد الدخل اللي كان واحد المبلغ مالي اللي كان غير حطه كي يستثمره في واحد العاقار هذا العاقار كي يجيب له واحد عائد كي عيش به كي يستثمره إما يقدر يعود يستثمره يعني ما يدير به بزاف ديال الحويج واللي كانت تبقى الاختيار كي يبقى دياله أو القرار كي يبقى دياله ولكن هذا هو الجانب اللي فيه الأمان علش الناس كي يمشوا بزاف كي يقول لك ما عدي ما ديره وكتبقى أن عقلية المستثمر مش يكون لواحد عنده هذه القادية كل اللي عنده الصبر على هذا العائد اللي هو كي يكون دوري وكل ما عنده الصبر كل ما عنده الصبر كي يقول لك ما نحطش أنا مئة وعشين مليون بش الدخلية خمسة ألف درام في الشهر إمتى غيكون عندي هذك لغوت وخصي يغام في السيسمو كي يضرب دراسات دياله وعامة السيسمو في العقار خصو الإنسان يكون موليم بالحيتيات دياله خصو يدير واحد الجدواله لأنه ماشي على سبع سنين ولا عشر سنين رخصو يدير جدواله إمتى غادي الدخل غير جعله راس المال وشنو الأرباح اللي عنده الخسائر اللي عنده ومشنو الأرباح اللي عنده خسائر اللي عنده اشتركوا في القناة